السلام عليكم وعملين ايه؟ معاكم يسر عامر بعتذر جدا جدا عن طول الفيديو لو انت دخل عشان تشوفي ريفيو كامل عن 6 أنواع من حل الضغط الموجودة ومتوفرة في مصر يبقى هتشاهديه من دقيقة 22 لحد دقيقة 42 لو انت دخل علشان خاطر تشاهدي أربع أجهزة مختلفة في المطبخ توفر لنا الأكل الصحي يبقى من أول الفيديو لحد دقيقة 22 أما لو انت دخل عشان تشوفي ريفيو كامل عن الحلل والصواني والتصاط وأدوات المطبخ اللي ممكن نستخدمها وأي عروسة تجيبهم يبقى من دقيقة 42 لحد آخر الفيديو ودلوقتي هنبدأ مع بعض برفيو كامل عن أربع أجهزة في المطبخ ممكن نجيبهم وتوفر لنا طرق كتيرة للأكل الصحي يلا بينا نبدأ بأول حاجة هنتكلم دلوقتي عن حلة الرز دي حلة الرز اللي بالكهرباء حلوة قوي قوي جميلة في استخدامها زي ما نشايفين ده شكلها دي المصفة اللي بتتحط عليها وده كده بتضغط بالشكل ده هنا المصفة دي اللي بقدر أحط عليها الخضار ممكن أحط عليها فراغ فلي ممكن سمك فلي بيستوي مع أو نفس المدة اللي بيستوي فيها الرز اللي بيتعمل تحت أو أي إن كان اللي بعمله ممكن هنا يتعمل رز يتعمل محشي يتعمل مكارونا يعني الحاجات اللي هي ما بتاخدش وقت طويل لإن دي برضو بالكهرباء فإحنا بنبقى عايزين نعمل حاجات سريعة وخفيفة وفي نفس الوقت تبقى صحية ده هنا أول ما بحط الفيشة بتبدأ الزرار الأحمر ده ينور وبعد ما الأكل بيستوي على طول بينقل هو الزرار بتحرك لوحده وبينقل على الأصفر اللي هو كيب وورم كيب وورم ده اللي هو التدفئة يعني هو بعد ما بيسوي بينقل لوحده على التدفئة عشان الأكل يفضل دافي دلوقتي أنا هجرب معاكم كده إن إحنا نعمل مع بعض أكلها وفيها سهلة كده وبسيطة وفي نفس الوقت تبقى صحية وخفيفة دول كوبايتين من الرز مخسولين كويس قوي هحطهم هنا في الحلة هنزل عليهم بقى بالشعرية بتاعتي أنا الشعرية دايما ببقى محمراها يعني دايما مخلية عندي في الفريزر شعرية متحمرة عشان لو حصلوا وتزنقت مثلا أو محتاجة أخرج وعايزة أعمل الرز في الحلة فطبعا دي ماشي بنحمر فيها شعرية لأنها بها طول جدا فبطلع الشعرية من الفريزر مجمدة لحطها مع الرز وقلبها وأنا هنا ما بحطش زيت أنا بقلت في الأول أنا بعمل حاجة خفيفة أكل هلسي فما بحطش زيت غير اللي أنا محمرة بيش شعرية أكتر من كده مفيش ودلوقتي أحط معلقة كبيرة من الملح على كبيتين الرز وأحط مقدار المية بتاعي العادي خالص اللي احنا عارفين ومتعودين عليه وبنعمله في الحالة العادية على البتجاز يعني مش بغيره بالشكل ده مهم جدا على فكرة موضوع الشعرية المتحمرة ده بيوفر وقت كتير عايزة أقول لكم أن زي ما هي بتعمل الأكل هلسي برضو هي مهمة في أنها بتوفرنا الوقت بمعنى إيه مش أن هي مثلا بتسوي الرز أسرع لأ بس أنا ممكن أكون مستعجلة خارجة عايزة بسرعة إن الحاجة تعمل فممكن أقوم حطاها وخارجة أو إيه للولاد مثلا خلي بالكو آآ بعد 20 دقيقة بالضبط أو بعد رباة ساعة شدوا الفيشة خلاص كده الأكل عندكو جاهز أكون مجهزة حقيقة مثلا جنبها خلاص كده مقدار المية تضبط معايا أحط بقى المصفى عليها وكمان هنا كنت مجهزة كوسة وجذر أهم أطعاهم وامتبلاهم بملح وفلفل ومعلاقة زيت زيتون وهرصهم بقى كده على المصفى بالشكل ده زي ما أنتم شايفين يفضل إن أنا أعمل طبقة واحدة طبعا لو فيه فراخ في ليه مثلا متبلا بحطها لو فيه سمك في ليه بحطه آآ بيستوي على البخار عايز أقول لكم تسوية الخضار على البخار من أجمل حاجات آآ الخضار بيحتفظ بفايدته بلونه آآ وزهوته آآ فيتامينز بتاعته زي ما هي آآ بيبقى فعلا حاجة آآ مفيدة جدا جدا وطعمه في نفس الوقت جميل جدا خلاص أنا كده هو آآ آآ خلاص رصته هغطي بقى عليها وهشغلها وأحط الفيشة هنشوف دلوقتي أول ما شغلناها هي هي بدأت تشتغل والزرار الأحمر اللي هو كوك اللي هو طبخ آآ كده شغال وبدأت إنها تطبخ الروس تقريبا بياخد عشرين دقيقة فيها آآ بعد عشرين دقيقة هيبقى الزرار اللي تحت اللي في النص ده هي ترفعه لفوق لوحده وهتنقل على الأصفر اللي هو كيب وورم لو فضلت في الحر في النار هو زي ما نشايفين هو كده العشرين دقيقة عادت ونقل على الكيب وورم لو سبتها في الكهرباء قصدي هتفضل الرز في حالة تدفئة على طول لكن أنا خلاص بعد ما سويت بشير الكهرباء من الفيشة بشير الفيشة بصوا بقى الكوسة طلعة مستوية يدوبك هي بالزبط خيات عشرين دقيقة كان الخضار تستوي تماما بصوا لونه أصلا قد إيه جميل وزاهي هتحسوا إن الخضار بخيره يعني شوف الرز بقى بصوا جميل إزاي وعايز أقول لكم فلفل جدا كفاية قوي قوي إن أنا محطتش فيه زيت أكتر من اللي أنا حمرت بشارية أنا يعني حمرت بحمر شارية بمعلقتين زيت وخلاص بصوا بقى شكله حلو جدا وعايز أقول لكم طعامه كمان حلو قوي يعني في حاجات يا جماعة بس عب بنجيبها أجهزة كده بنجيبها بتغير طعام الأكلاء الحالة دي ما غيرتش طعام الأكلاء خالص ما بتلزقش كمان أهو زي ما أنتم شايفين أنا بشيل كل الرز مش لازق معايا أنا هنا بس غلطت إن أنا استعجلت كان مفروض أستخدم المعلقة البلاستيك أو مش كمانش بلاستيك سيليكون آآ علشان خاطر آآ المعلقة ما تجرحش الحالة لأنه خسارة لو الحالة دي جرحت منهاش بديل يعني بنغرف مع بعض كده تصور رز شكله جميل مستوي وآآ يعني آآ مفلفل كمان جميل جدا والخضار بقى مش عايز أقولكوه كان رهيب بالشكل ده كده وزعه على الطبق صحية جدا جدا مفيدة آآ بحب جدا أعمل فيها وكمان البروكلي بقى بالذات آآ بيبقى جميل قوي أصلا البروكلي أحسن حاجة فين هو يتستوي على البخار يعني وكل الخضار بصراحة لو ينفع يعني ناكله كده على طول يبقى لطيف جدا وجبة صحية خفيفة ومخالدش من هنا أي وقت أهو بالشكل ده نقدمه مع بعض وننقل على الجهاز اللي بعده من الخيارات اللي بتوفر أكل صحي جدا جدا في البيت انتو عارفين إن الألية من الحاجات اللي مش حلوة خالص خالص هنقل نقل في زيت بالذات البطاطس المحمرة الأولاد بيبقوا دوشين دماغنا بيها وعايزينها ليل ونهار أنا هنا في الالفراير هجرب معاكم البطاطس المحمرة بأقل كمية الدهون ويتطلع حلوة جدا جدا أول حاجة بعملها إن أنا بدوس على زرار الباور تنور أنا دي ما نزبطها على 180 آآ أغلب الحاجات التي بعملها فيها بعملها على 180 وبعدين أنا يعني الزرار بيت في ونور ده اللي هو التشغيل ده أنا هشغلها عشان تسخن على مجهز الحاجة اللي أحطها أنا من قبلها وأنا نقع بطاطس ويفضل البطاطس نقع في مية لمدة نص ساعة أو ساعة علشان خاطر آآ تبقى آآ هشة وطرية خلاص هي كده هي بعد ما بتسخن بتديني صفارة صغيرة أعرف إنها وصلت لدرجة حرارة المطلوبة اللي أنا عايزاها ومجهزة بقى معي البطاطس لازم أكون آآ منشفها كويس قوي قوي من المية يعني أنا كنت نقعها ونقعها في مية وخل مع لقتين خل مع مية وبعدين بصف فيها ونشفها تماما وحط عليها الملح والفلفل ومع لقتين بالزبط من الزيت وهوزعها في الحلة بتاعة وهدخلها خلاص كده تأبدأ بقى إن أنا قليها دلوقتي بقى هشغلها هازبط الدرجة الحرارة البطاطس بتاخد حوالي خمستاشر دقيقة أنا بزبطها على خمستاشر ولما توصل سبع دقايق بتفتحها قلبها تقليبة وخلاص وبعدين تكمل على آآ سبع دقايق لفضلي كده خلاص هي هتشتغل بقى مع نفسها وما توصل سبع دقايق زي ما قلت لكم وبقلبها تقليبة. اهو. اوقف التشغيل بتاعها. وابدأ إن أنا. اللي بها طبعا هو في اختيارات كتير غير دي او النوع ده. آآ في اه اختيارات تانية كتير من من يعني آآ بس انا شايفة ان هو لو الموضوع متوقف على القلي وخلاص فدي كافية جدا. اما بقى لو في ناس تبعايد زي فورن او زي حاجة تطبخ فيها كمان. ففي نوع بيبقى اعلى من ده شوية. آآ لو عايزي نسأله عن اي حاجة في الانواع او آآ آآ امكانياتهم يعني ممكن في الكومنت تحت آآ رد عليكم. كده خلاص احنا خلصنا الخمستاشر دي او دي اخر دي اهي بيعد في الثواني. آآ خلاص مجرد ما يبقى زيرو. انا بقى هوقفها وابدأ افتح. بصوا بقى البطاطس كده خلاص استاوت هي الخمستاشر دي اهي بالزبط بتطلع جميلة جدا. واللي بيساعد في كده ان انا كمان نقعها آآ من قبلها. النقع ده بيفرق جدا في الارفراير في البطاطس بالزيت. حلوة جدا جدا وتحفة. آآ احلى حاجة ان احنا عملنا البطاطس المحمر للأولاد واحنا متطمينين انهم بيأكلوا حاجة صحية ما ازيناهمش بيها. حتى معلقتين زيت اللي حاطتهم نزلوا تحت في الحلة بتاعتها آآ يعني كمان مش هدور بيهم الاولاد. آآ وطبعا انا باخد الحلة دي الناس كثير بتشتكيب من نظافتها ايا الحلة مباشرة على الحوض في مية سخنة والمسحوق بتاع الموعين. وخلاص على كده تبقى كويسة يعني تتغسل بالليفة والصابونة بتبقى كويسة جدا. طبعا بتاخد كميات اكبر من كده بكتير شايفين المكس بتاعها عالي ازاي. يعني بتاخد كميات اكبر من كده وساعد بعمل فيه حاجات اكتر. البنية فيها حلو جدا السمك. السمك رهيب يعني ما بيشربش زيت خالص بيبقى آآ جميل جدا وخفيف. زي ان شايفين اهو خلاص. وقدمنا الولاد احلى بطاطس محمرة. ما فيهاش اي مشاكل. ما فيهاش اي دون. ما معناناش من خطورة قلي النشويات في الزيت بدرجة عالية. لا خالص. يعني حاجة صحية وجميلة برضو. ان شاء الله يا رب تعجبكم تفكروا فيها. الحاجة التالتة بقى معنا اللي هي عصارة الفواكه والخضار. آآ دي جميلة قوي قوي وبعمل منها عصاير حلوة كتير. آآ النهاردة كده هجربها معاكم. لان فيها تركية صغيرة كده آآ يعني مش كل حد ياخد باله منها والناس بتزنق منها وهي ممكن نزبطها بحاجة بسيط. هشغلها دلوقتي. اوريكم الاول بنفتحها بنفتحها من العمود بتاعها ده. بالشكل ده. طبعا في منها انواع كتير وطرق كتير مختلفة بس. هي مشتركين كلهم في حاجة واحدة بصراحة هقولكم عليها دلوقتي. دي المصفة اللي هي بتفصلي العصير عن الالياف بتاعة الخضار او الفكهة. والالياف بتنزل هنا بس ده زي الدورق اللي بينزل فيه العصير. ده مش باستخدمه دايما لاني في الغال اللي بعمل كمية عصير كبيرة وهو صغير. في يعني بركينه لما كون هعمل بس كباية او حاجة. وهنا الالياف بتنزل في آآ الدورق ده. اللي هو الكبير. بس كده انا بقى دلوقتي هبدأ آآ ارجع اقفلها تاني علشان نبدأ ان اوريكم العصير اللي هنعمله مع بعض. وازاي هنستفيد من كل حباية وكل حاجة فيه من عصيره من الاليافه من كل حاجة. بتقفل بالشكل ده بتطلع العمود وقفله عليها. وهنبدأ نشتغل. دلوقتي انا هعمل معاكم بقى عصير الجزر بالبرتقون. طبعا او البرتقون بالجزر الكميات الخضر او الفكهة على حسب زوقكم عايزين الجزر اكتر زودوا الجزر. عايزين تعمل البرتقون اكتر زودوا البرتقون. على حسب ما تحبوا. انا تقريبا بعمل الكميات دي وهوريكو دلوقتي هنستفيد ازاي من الجزر والبرتقون وكل حاجة هنحطه في العصير ده. آآ يعني مش هنرمي منه حاجة. اهو انا دلوقتي بدأت بحب بالاول ابدأ بالجزر. دايما بحب ابدأ بالجزر ليه? علشان خاطر آآ الالياف بتاعته انا مش بحب برميها. وهو ده اللي بقول لكم فيه انا مش برمي حاجة من الخضر ولا الفكهة. فانا ببدأ بالجزر عشان بعد ما خلص خالص عصير الجزر هيخد الالياف واشلها واقول لكو احنا بنعمل فيها ايه? اهو العصير طالع. والناحية التانية بتخرج الالياف او بشر الجزر. خلصت كده الكمية بتاعتي. اجي هنا بقى انا دلوقتي هفتح هفك العصارة. فبحرك النوب ده علشان خاطر ما ينزلش آآ ما يبضلش نقط آآ العصير بتاعه حتى لو شلت الحالة وانا مش وخدق بالي ما يبهدليش الدنيا. اجي افتح بقى هنا دلوقتي انا عايز اواريكو ده التفل او الالياف بتاعت الجزر. انا بصراحة ما برميش الالياف في المرحلة دي. خالص خالص. انا ما بقتنعش باول عصرة دي لاني بحس دايما الالياف فيها رطوبة. وده مش عشان نوع العصرة دي بالذات. لا خالص انا يعني سألت كزا حد عنده انواع مختلفة من العصرات. لقيتهم كلهم بيشتكوا انه اول عصرة لأ بتبقى لسه الالياف رطبة. وعايزة ان هي فيها عصرة تاني. فهو ده بقى اللي انا بعمله. بشيلها ورجعها مرة تانية. علشان بقى مش تنزلي العصير تنزلي خلاصة الخضار او الفكهة. يعني حتى هتشوفوا دلوقتي والجزر نازل. اه او العصير بتاع الجزر نازل مش العصير الخفيف اللي كان بينزل في الاول. لا يعني حاجة كده تقيلة تحسن هو خلاصة الخضار او خلاصة الفكهة يعني. انا بصراحة ما بسبش الالياف دي غير وهي نشفة تماما. يعني هسيب فيها حاجة ليه? احنا اولى. نبصوا احنا بنزل الخلاصة. دول بالنسبة لي اهم من كل اللي فات. كده بعد الوقتي خلاص لو شفتوا البودر اللي طالع بقى خلاص عامل يعني الالياف بتاعت جزر بتاعت عامل زي البودر وبقت نشفة مش ما فيهاش آآ رطوبة او آآ سوال او اي حاجة خلاص. كده بقت آآ تمام. هرميها لا طبعا مش هرميها خالص اي ده جزر يعني بيتا كارتين وفيتامين اي مش ممكن يتريمي. ده انا حطاك كده في طبق واقول لكم في اخر الفقرة دي هنعمل باي? طب دلوقتي بقى نبدأ في البرتقون. طبعا انا خلاص فضيت الدورة بتاع اللي هو بينزل في الالياف. هنزل بقى دلوقتي بالبرتقون على الجزر. اهو. وهشتغل بقى في عصير البرتقون بالشكل ده. جميلة جدا جدا العصرة دي حقيقي. آآ يعني احنا بعمل كميات كميات من الجزر والبرتقون. ولو بيحبوا جدا جدا العصير ده بدل ما يشرب ببرتقون لو واحده بيبقى كمية سكرات علي على فكرة ببرتقون لو واحده بيبقى كمية سكر كبيرة. احنا بناخد السكر في البرتقون ونشيل الالياف. الالياف البرتقون ما بستخدمهاش يعني مش هدخلها في حاجة. فوجود الجزر مع البرتقون بيعازز جدا من القيمة الغذائية بتاعة العصير ده. ما بيبقاش السكر في البرتقون بس. عايز اقوريكم بقى دي اول عصرة للبرتقون. بصوا الالياف تاعة البرتقون اللي طلع. عايز اقوريكم كده كمية الرطوبة وسواي اللي فيها. يعني انا كده لسه ده عندي عصير كتير ممكن عصره يعني مش هسيبها كده طبعا خالص. برضو باخد الالياف دي وبردو ارجعها مرة تانية. واجي اعصر تاني. وكل العصرات كده انا اكتشفت يعني دايما يقولولي لا ده عصرتي نوعها كزا بس برضو بحس ان الالياف بتاعتها طرية مش نشفة. هنزل بقى الخلاصة زي ما قلنا لفضلة في الفاكهة بتاعتي. وهوريكم برضو شكل الالياف بتاعت البرتقان بعد ما بتطلع من العصر التانية. ودايما بخالي العصر التانية على واحد يعني العصر الاولى على اتنين اللي هو العصر السريع العصر التانية اللي بعدها بتبقى خاليها عصر بطيء يعني بالراحة يعني. بقى لها داوة بيها كده عشان تخلص كل اللي عندها. بصوا بقى الالياف دلوقتي مش فت. غير المرة الاولانية خلاص بقت نشفة. خلاص دي بقى انا مش محتاجها خلاص دي مش هقدر ادخلها في حاجة لانه في مرار من البزر بتاع البرتقان. ده العصير اللي طلع معايا. واريكم دلوقتي كميته عاملة ازاي? هو تقريبا عمالي لتر ونص يعني زاستين آآ يعملوا لتر ونص تقريبا من الكمية دي. انا بقى دلوقتي ايه? هاخد آآ كمية من العصير ده واريكم ان انا هضيف كمان عليه اضافة تانية جميلة هيلة رهيبة في فوايدها آآ تحفة جدا. يعني انا بس اخدت كوباية هعملكو كوباية بس آآ بالاضافة التالتة دي اللي هي بقى هتبقى آآ معايا مكعبات البنجر. اهو بسوا بقى مكعبات البنجر دي هتضيف اضافة رهيبة رهيبة فايدة عظيمة للعصير بتاعي مفيدة جدا للجسم مفيدة جدا للبشرة البنجر في حديد وبيعززه كمان في الامتصاص فيتامين سي اللي موجود في البرتقان وفي الجزر يعني عصير تحفة للجسم وللبشرة وللمناعة ولكل حاجة. انا دايما ببقى عندي البنجر ومخزناك كده آآ مكعبات في التلاجة استخدمه في حاجات كتير وبدخله في حاجات كتير. انا برضو حطيت شوية البنجر دول كده في العصارة ونزلته على كباية العصير اللي انا خدتها من الجزر والبرتقان. وطبعا طبعا فضيت الدورق بتاع الالياف من الالياف. اطلع لي شوية الالياف بتاعة البنجر بعد ما ايه فضيت الدورق من الياف البرتقان. دول بتوع البنجر. برضو مش هرنيهم ده بنجر. خلصنا العصير بتاعتنا طلعنا بكبايات عصير مهيلة بالجزر بالبرتقان وعصير الجزر بالبرتقان بالبنجر. وكمان طلعنا بشوية الياف تحفة. دي الياف البنجر. احطها في كيكة. احطها في سلطة. والبرتقان ما رميتش القشر بتاعه. وطبعا مش ممكن افوت ده. انا بابشر القشر الخارجية اللي بتلمع بس دي اللي على الوش. زي ما انتم شايفين بخليها كده. والبشر بقى بتاع البرتقان يدخل في كيك يدخل في بس كوت يدخل في اي حاجة عايزة اخللها نكهة برتقان قوية القشر ده بيبقى رهيب في نكهة البرتقان بتاعته. دي الحاجة نكهة رهيبة جدا. وبشر الجزر طبعا ما يترميش برضو كل حاجة من دول بحطها في كيس. وعايز اقول لكم انا قريب جدا هعملكوا كيكة بالتلات حاجات دول بالتلات مكونات دول. هعملكوا كيكة تحفة صحية جدا من غير ولا نقطة سكر وبتبقى جميلة قوي 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 في فوائدها. والاولاد كمان بيحبوها جدا. وادي شوية الجزر والبرتقان ومكعبات البنجر عملنا منهم آآ عصير حلو جدا واستوافدنا كمان بالالياف بتاعتهم. يعني كلهم فوائد مش ممكن ان احنا نرمي منهم اي حاجة. خلاص كده احنا خلصنا الجهاز ده ندخل بقى في الجهاز الاخير. الهاند بلندر. الهاند بلندر مش جهاز بيساعدني على الاكل الصحي. لكن بصراحة بيوفر لي ويصرح علي بيوفر لي مجهود وبيسرع لي او يساعدني ان انا اخلص الاكل آآ بسرعة. موضوع ان هو يخلط لي الشربات والعصير والحاجات دي جميل جدا. انا بقى دايما بتسألوني على الصلصة بتاعتي وازاي بعملها لونها غامي وباستخدمش برطمانات. هوريكوا بقى في الفقرة الهاند بلندر انا ازاي بعملها. علشان تطلع غمقة آآ زي ما انتم بتشوفوها من غير برطمانات الصلصة والآآ مواد الحافظة. دي طماطم اعطاها مكعبات وبردو مكعبات البانجر اللي في الفريزر. بطلع مع كل خطابخة مثلا شوية طماطم مع شوية مكعبات البانجر. واحطها زي ما هي كده في حلة. وبعدين اجيب مية واغمرها تماما بالمية. واوديها على النار. يتغلي لحد ما البانجر والطماطم دول يطروا معايا خالص. يعني مكعبات كده طرية عشان اقدر آآ اخلطهم بالهند بلندر. الطماطم باحدها ممكن اخلطها زي ما هي كده بس البانجر بيبقى مكعبات ونشفة اني مش مديال وسلق قبل كده خالص. فبحب اديهم سلق بس الاتنين مع بعضها على النار زي ما انتم شايفين كده بعد ما تسلقوا. بيبقوا بالشكل ده. ودلوقتي بقى هضربهم بالهند بلندر. انا كل ما جي اعمل الاكل بعمل نفس الموضوع ده. اول حاجة بدخل المطبخة. احط الطماطم والبانجر لو مش مخزنة يعني عندي وعملة كيس في الفريزر. بطلع وحطه على في الحلة على النار. على مجاحس بقية مكونات الاكل بيكون ده خلص خلاص عندي. ودربته بسرعة جدا بالهند بلندر بالشكل ده. طبعا بيسرعي لو بعمل عدسة اتقول لكم العدسة بقى انا هنشوف في الجاي حلال الضغط احط العدسة بحالة الضغط عشرة ده افتح عليه هنزل بالهند بلندر خلاص خلص العدسة على كده شوية الشعرية متحمرين في الفريزر. يعني تلت سعبت كتير تبقى طبخة العدسة خلصت. اي شربات اي عصير الهند بلندر بيساعدني جدا جدا ان انا انجز في الحاجات دي بسرعة. خلاص انا هنا اتأكدت ان السلسة ما فيهاش اي تكتلات او مكعبات تانية. بصوا بقى كمان انا دلوقتي مش مفيش حاجة في الحض لا شافش اخلاط ولا اي حاجة هو الجزء البسيط ده هينزل تحت المية الجارية وخلاص. لحد هنا بس الجزء ده بينزل تحت المية الجارية وخلاص. وكده كمان انا عملت معاكم الصلطة بتاع الصلصة بتاعتي اللي بالبنجر اللي طعمها جميل جدا البنجر روش مأثر في الطعم خالص بس بديها لون حلو وفايدة طبعا خطيرة جدا. احنا كده خلصنا آآ الريفيو بتاع آآ الاربع اجهزة اللي بتتوفر لي خيارات صحية او اكل صحي آآ لينا ولولادنا يا رب ان شاء الله يعجبكم وندخل على الريفيو اللي بعده. ودلوقتي جينا للفقرة التانية في الفيديو بتاعنا اللي هي رفيو كامل عن ستة انواع من حلو الضغط المختلفة اكتر انواع موجودة ومعروفة في مصر بيتسيل عنها كتير بما اني متابعة ومهتمة بالموضوع ده فشوفت كتير البنات وان شاء الله قدر اجاوب عليها كلها في آآ الريفيو بتاع الحلل الضغطة ده هنتكلم بالتفصيل عن وقت التسوقية بتاع الاكل في الحلل وكمان كيفية استخدام كل واحدة فيها مميزاتها وعيوبها زي ما نشايفين دي كده هنا الخمس حلل بتوعي والستة بقى انا عملت بتاعها في المحل نفسه لان هي مش موجودة عندي دي الحل اكبر واحدة اللي هي الاربعتراشر لتر دي اسباني آآ وبعدها الاتناشر لتر التركي ودي بنشوفها كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وبتطارد كتير اونلاين آآ واللي بعدها دي الحل الايطالي عشرة لتر دي بتاعت والدتي انا اخداها منها آآ دي جاية من اربعين سنة من السعودية بالتيكت بتاعها هي عشرة لتر مكتوب عليها مية وتمانية ريال من اربعين سنة يعني كان كان آآ تمان يعني كان مبلغ دي البرتغالي التمانية اللتر واللي بعدها حبيبتي بقى الصغيرة اخر العنقود دي اللي هي ستة لتر المصري جميلة جدا جدا وبحبها جدا آآ هنتكلم عنهم كلهم بالتفصيل ان شاء الله وعن استخدامهم آآ مميزاتهم وعيوبهم آآ ونبدأ مع بعض بالآآ بأول حالتين فيهم هنتكلم دلوقتي عن الحل المصري الستة لتر والايطالي العشر لتر زي ما انتم شايفين ده شكلها اهو الايطالي يمكن آآ موجودة في مصر بس قليل شوية لكن المصري طبعا متوفرة كسير جدا انا دايما في الفتح والقفل بتاعي اللي اضغط بصراحة بفضل اليدوي اللي هو بالدراع كده او بمقابل من فوق بيتربط آآ ما بفضلش الكليبس قوي يعني تقربتي معها ما كانتش لطيفة حتى انا بعمل الريفيو في اخر الحلقة برضو الريفيو ما كانش يعني يعني كان برضو مقلق يعني بالنسبة لي يعني آآ هنشوف الحالة دي كده زي ما انتم شايفين آآ الاتنين بيفتحوا بنفس الطريقة آآ بالدراع ده آآ بنطلع الدراع الفوق بالشكل ده اهي اللي غطى بيتقوس لجوة بنيم الدراع خالص في عكس الاتجاه بتاعه وبطلع اللي غطى بالجمد معلش عشان انا بصور بالايد التانية فصعب عليها شوية لكن هي مش مش صعبة خالص يعني هي بتطلع بسهولة جدا عشان انا المسكة بيد واحدة زي ما انتم شايفين الحالة هي دي قدامكم هي ده بتاعها انها طويلة وغويتة آآ دي اللي هي قلنا العشرة لتر آآ حلوة جدا جدا واستخدامها جميل لكن مشكلتها ان الاستنس بتاعها ممكن يلزق يعني لو الاكلة ما فيها شربة كفاية صلصة كفاية ممكن تتحرق فيها طبعا الرز فيها بيبقى صعب شوية آآ لانه ممكن يلزق بسهولة دي بقى الستة لتر حبيبتي دي صغيرة آآ يعني انا بحبها جدا آآ برضو بيتفتح بنفس الطريقة برضو بقى رفع الدراع والغطى بيتقوز كده وبنشلها انا عملت قبل كده في القناة فيديو عنها عملنا فيها كشري آآ حالة واحدة في حالة الضغط ويعني كان جميل جدا عايزة واريكل عمق بتاعها على فكرة هي شكلها صغير لكن بتاخد كمية حلوة قوي قوي يعني يتحط فيها فرخة كيلو ونص يتحط فيها لحمة كيلو ونص آآ تعمل فيها رز شوية محشي آآ كشري واخدت ساعتها كشري كتير يعني ناخد هنه هنه هجيب لكم فقرة من الفيديو دلوقتي آآ تشوفوا عملنا فيها كمية قد ايه. انا دلوقتي خلاص كده يعني مسلا لو حاطينا الاكل فيها بحسب بقى وقت التسوية من البخار بيطلع في الصفار ده دلوقتي سمام الامان هو الحالة دي فيها سمام امان اللي هي سترة فيها سمام امان ده عشان لو الصفارة تسدت لاي سبب بعمل مسلا عدس وعادسها سدت صفارة ولا حاجة البخار يطلع من صمام الامان. الاطالة دي مفيهاش صمام امان. لكن الحالة الستة لا يتري فيها الصمام ده عشان زيادة امان لو الصفارة تسدت. لكن انا بعتمد اساسا على ايه على الصفارة? انها آآ اشوف بتطلع البخار مجرد ما لقيها بتطلع البخار او غلط يعني ده معناها انها غلط والضغط فيها زيت خلاص ابدأ احسب وقت التسوية بتاعي. يعني مسلا لو عاملة رز بحسب بقى من بعد الغليان او من بعد البخار الرز بياخد عشر دقايق. المحشي طبعا بوطي النار خالص. هو الورز عشر دقايق. والمحشي بياخد عشر دقايق. الكوشري برضو نفس الطريقة عشر دقايق. لحمة او الفراخ هي دوبك نص ساعة. آآ الخضار خمس دقايق مش اكتر انه هيتهري. لو حاجة اكبر بقى بطة او فخدة او كوارع بيمكن تاخد لحد تلتة اربع ساعة. بعد البخار ما يطلع واوطي عليها وابدأ احسب وقت التسوية. طبعا بعد ما خلاص وقت التسوية يخلص او ما افتحة الصفارة بالشكل ده. لحد ما البخار يخلص تماما وتطلع تماما منها كل البخار اللي فيها. ساعة هابدأ افتح الحلة. واشوف الاكل بتاعي. زي ما انتو شايفين. اقفلها. وانزل الصفارة. يعني احنا مجرد ما الحلة نتأكد ان الصفارة نزلة. الايد نزلة وايد الصفارة نزلة. لما نفتح بنرفع الايد وبنرفع ايد الصفارة كمان. اه يعني نرفع ايد الصفارة الاول وبعدين نرفع الايد بتاعة الحلة. اهو زي ما انتو شايفين ده كان من حلقة الكشر اللي عملناها. انا الاول فتحت الصفارة بعد العشر دقايق خلاص بعد ما كنت موطي على الكشر عشر دقايق. اه فتحت الصفارة. اتفضي كل البخار تماما اللي فيها. اطمن افضل افتحها وقفلها كده اتطمن ان ما فيش اي بخار خالص بيطلع معي اهو بالشكل ده وبعدين بقى ابدأ افتح الحلة اللي خاصة طمنت ما فيش بخار خالص والضغط راح من الحلة ابدأ افتحها بالطريقة دي بصوا بقى كنا عاملين ساعتها كور شري كانت تحفة تحفة جميل آآ مفلفل جدا ريحته كانت جميلة قوي عايز اقولكم ان طعم الاكل ضغط حلو يعني فيه ناس بتقول لا طعم الاكل فيها مش حلو لأ يا جماعة انتم يمكن مش عارفين تثبطوا الاكل فيها يعني لو هنسلق لحمة او فراغ مش لازم نزود المية جامد فالحاجة تبقى طعمها مش مركز خلي بالكو انها مش بتاخد وقت طويل فهي بتاخد وقت قصير في السوى ومش بتهري الاكل مش بتطلع كل العسارة بقى اللي فيه كل الخلاصة اللي فيه فده كفاية عليهم شوية سوال صغيرة كفاية شوية موال صغيرة هتلاقي الطعم فيها حلو ومتركز آآ بصوا الكشر جميل جدا جدا يعني كان تحفة انا انا في رأي ان الكشر في حالة زي الضغط بيطلع اطعم من اللي احنا بنعمله آآ في العادي بصوا بقى الكمية دي من الحالة ستة لتر على فكرة ستة لتر اللي هي الصغيرة اصغر حجم ده كده التلتين الكمية اللي عمناها يعني فيه تلت تاني كافة حوالي اتنشر فرد او يعني احنا ستة افرد كاننا الكشر ده على يومين فلا كان كمية كبيرة جدا في الحالة دي ودي تعتبر ارخص حالة ضغطة تقريبا موجودة في مصر بصوا الكشرين فلفل جدا ريحته طعمه كان تحفة جدا هبقى سيبلكم اللينك بتاع الوصفة في صندوق الوصفة تحت الفيديو او آآ في اخر كمان الفيديو هسيبلكم اللينك بتاعه عملنا الكشري وقدمناه كمان بالشكل ده وكان جميل جدا ودلوقتي ننقل على آآ حالتين تانيين نتكلم عنهم هنتكلم دلوقتي عن الاسباني الاربعة عشر لتر والبرتغالي التمانية لتر زي ما انتم شايفين الاربعتاشر لتر آآ دي يعني تنفع جدا جدا في العزمات جميلة جدا في العزمات لو عايز اعمل كمية اكل كبيرة او لحوم كمية آآ بتاخد كمية كويسة جدا لكن الاكل عادي والكمية صغيرة مش بتبقى لطيفة فيها خالص دي بقى التمانية لتر برضو حلوة جدا بقى الاستخدام اليومي زي ستة لتر كده آآ الاتنين بيتفتحوا بنفس الطريقة المقبض بتاعهم بيتلف آآ برضو ما افتحهم ش غير لما اتأكد ان البخار خرج تماما من السفارة برفع السفارة الفوق تخرج كل البخار اللي فيها واتطمن انها خلاص لا فياش اي بخار ابدأ افتح بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين عمقها قد ايه دي قطع الغيار اللي بتيجي معها دي ده الجوان ده قطع غير الجوان ومقبضين هي ما بيجيش معها غير الجوان ومقبضين بس لكن الاسف فيها عيب انها ما بيجيش معها سفارة آآ زيادة ده دي المصفى اللي ممكن تعمل عليها سوتية بس انا بصراحة ما بيتخدمهاش كتير ان انا زي ما واردكم في الفقر الاولين انا عندي حاجة ممكن تعملي سوتين بصوا بقى عمقها كبير جدا جدا دي بقى يعني عشان جدا بقول لكم تنفع للعزومات انا جبتها في الاول فاكرها ممكن استخدمها للاستخدام بتاعي لو بعمل اكلها على يومين او كده آآ بس لقيت لقى يعني استخدامها صعب شوية عميقة جدا تاخد بطة كاملة تاخد فخدة خروف آآ وبطة سليمة مش آآ مش متقطعة عايز اقول لكم انها يعني لازم يتحط فيها حاجة تستحمل استوى يعني تستحمل درجة الحرارة وتستحمل استوى لانها على ما تملى كل المساحة دي تغلي وتملى كل المساحة دي بخار والبخار دي يضغط كمان ويطلع من الحلة ده بياخد وقت يعني دي مشكلة بياخد وقت فلازم مفيش حط فيها خضار يعني لو حطت فيها خضار على ما تملى المساحة دي كلها وتضغط الخضار دي يكون تهلا لان كل دي في łطرة غليان فعشان كده دايما نحط فيها حاجة تتحمل السوى. وتكون حاجات يعني كمية مش حاجات صغيرة. عشان كده بقول لكم دي اكتر حاجة تنفع انها آآ تبقى العزومات. زي ما انتم شايفين كده. والماكس بتاعها كمان كبير يعني. هي المفروض ان احنا ما بنتعداش الماكس ما بتاعها ده. اللي زيها بقى بالزبط اللي هي الحالة البرتغالي طبعا انا ما قلتش انا بقول بلد المنشأ آآ بس مش بقول المركات اي حد عايز تسألني على المركات اكتب لي في او اماكن الشرة كمان اكتب لي في تحت. مرض بتفتح بنفس الطريقة ودي بقى اجمل حاجة فيها كمية قطع الغيار اللي تيجي معاها. ده كده الجوان آآ بتاع الحالة. البديل الجوان. وجاي معاها كمان آآ بقى كل حاجة جاي المقابد والآآ الادين والصفارة يعني جاي معاها كل حاجة زي ما انتم شايفين اهو. دول الادين بتوعها بالمسامير وده بقى المقابد بتاعها وده اهم حاجة جاية بصراحة مع الحالة دي لانه هو اضعف حاجة في الحالة البرتغالي هو المقابد اللي بنفتح بيه من فوق. لانه احنا لما بنلفها جامد جامد آآ مع الضغط لو قرطنا عليها او يعني مع الضغط بنيجي نفتح المقابد ده مش بيتفتح بيغلب جدا جدا بيتفتح وكذا مرة كان هيتقطن مني. فانا جاي معها السفارة والصمام. يعني كل قطر غير بتيجي مع الحالة البرتغالي دي. ودي بصراحة ميزة كويسة اوي اوي فيها. وزي ما نشايفين احنا هنا خلاص عمالنا الريفيو ده بتاعهم آآ برضو انا زي ما اقول ما مش مش بفتح العالحالة غير لما افضي خالص البخار اللي فيهم. دلوقتي بقى عندي الريفيو التاني عن الحالة التركي اللي اتناشر لتر. دي بتبقى موجودة كتير جدا اصفحات تواصل اجتماعي الفيسبوك ناس كتير بتبقىها اونلاين على سوق دوت كوم آآ بتتبقى بس خلي بالكنها اسعارها متفوتة جدا يعني في كزا مصدر بيبيعها اسعارها متفوتة جدا آآ بس كلها هي واحد مش فرقة يعني هي كلها واحدة. ودي بتتفتح بنفس طريقة الحالة المصري والايطالي بالدراع برضو. بس فيها حاجة مختلفة عنهم. بصوا ده عمقها برضو حلوة قوي قوي. آآ دي ممكن تاخد تقريبا آآ تلات كبيات مسلا رز بسمتي عملت فيها قبل كده. آآ مرتاحة يعني حجمها مرتاح جدا. تاخد تلاتة كيلو لحمة فراخ. آآ واكتر كمان. ناخد كمية خضار كويسة قوي قوي. اللي زيها بقى في حاجة يعني مشتركة ما بينهما بين البرتغالي اللي هي التمانية لتر اللي انا لسا متكلم عنها دلوقتي. اللي هو المصمار الاحمر اللي موجود ده. ده اللي اتنين مشتركين في نفس آآ في الحلة يعني هو فيهم نفس المصمار ده. ده يعتبر سمام ثالث. آآ ده هنا هنا الحلة دي وانا بقفلها لازم اراعي اني انا اسيب مسافة للمصمار ده يطلع. المصمار ده وظيفته انه هو اول ما البخار يبدأ. يملى الحلة آآ ويضغط بيرفع المصمار ده الفوق. اهو بنفس الطريقة اهو المصمار ده موجود هنا. مجرد ما البخار بيزيد. اول حاجة بيعملها انه يزوق المصمار ده وبيطلع من الفتحة بتاعة الحلة. وهنا المفروض ابقى سايباله مكان يطلع منه. وانا وانا بقى في الغطر. طبعا لما المصمار ده يطلع لفوق آآ ابدا ابدا ما حاولش اني افتح الحلة والمصمار ده لسه طالع ده معناه ان الحلة مضغوطة. يعني انا فمرة نسيت وجربت افتحها هي ما تفتحش خالص طبعا بس كده غلب برضو ان احنا نفتحه. احنا لازم نتأكد ان خلاص البخار طلع خالص من الصفارة دي تماما والمصمار كمان نزل يعني تماما نزل خلاص ساعتها ابدأ افتح الحلة. وبرضو لما اكون مشغلة النار اول ما احطها وتبدأ تغلي والمصمار ده يطلع برضو ما وطيش على الحلة غير لما البخار يبدأ اطلع من الصفارة. ما اعتمدش على انه خلاص المصمار ده طلع فخلاص كده غلية. غلية الدنيا وتمام. لا لا خالص. ان انا لازم اني انا آآ استنى لحد ما البخار يطلع من الصفارة. بالشكل ده زي ما بقول لكم انا يعني ما تحاولوش تفتحها خالص والمصمار ده آآ طالع لفوق. وما نوطيش عليها النار غير لما البخار يطلع من الصفارة حتى لو المصمار ده طالع لان احنا لو وطينا اول ما المصمار ده يطلع لفوق ها الغطء الضغط اللي فيها هيقل والمصمار هينزل تاني واكدناها حل عادية بالزبط. زي ما قلت لكم بعد ما اطم ان ما فيش بخار خالص. والمصمار ده كمان نزل لتحت ابدأ افتحها. بالشكل ده. انا هنا آآ عملت في حلة الضغط اللي هي لتمانية لتر آآ عملت كان محشي كوسة وبتنجان وزي ما وردكو كده اهو. انا هنا ما بحطش فيها سوايل كتير او شور بكتير يا دوبك. انا بحط مقداري غطيلي نص او تلت تربع المحشيية. يعني حتى اقل من نص المحشيية. يعني مش بس دانا لحد النص. وبغطي عليها بالشكل ده. انا بس حبيت اواريكو طريقة الاستخدام. بغطي عليها بالشكل ده. وقفلها زي ما انتو شايفين اقب دايما نقول لكم لازم اسيب مسافة للمصمار اطلع منها. طبعا اكون قفلها كويس بس عامل حسابي ان المصمار ما يخبطش في الغطى ده. لما بقى السفارة تبدأ تطلع البخار وتلف. ساعتها هبدأ اواطي. اهو زي ما انتو شايفين المصمار طالع بس انا استنيت لحد ما البخار يطلع من السفارة. ساعتها بقى انا هواطي. خالص عليها اهنقلها العين صغيرة. اواطي واستنى بالزبط عشر دقايق. اي حاجة فيها رز مش اكتر من عشر دقايق. خلاص انا بقى بس دلوقتي هخرج خالص البخار منه هرفع السفارة كده خفيف وخرج البخار تماما. مش هفتح الحلة غير لما اطمن. البخار خرج خالص خالص والمصمار اللي كان طالع للفوق نزل ده معناها ان الحلة خلاص اللي ضغطة اللي فيها الراح تماما. هي انطلب تطلع البخار بتاعها لسه بس هو مش باين عشان خاطر انا فتحت السفارة او زي ما انتو شايفين. بالشكل ده عشر دقايق بالزبط على المحش كان استوى تماما. هاوره لكم دلوقتي يقول شربة زي ما هي طبعا لانه ما فيش تبخير فاستوى اللي بتحتفظ زي ما هي فيها فعشان كده بقول لكم حطوا كمية مية قليلة يا مان انا هنا كمان زودتها شوية يعني. بصوا بقى المحش مستوي ازاي البتنجانة اتهرة خالص الرز استوى آآ جميل جدا بيبقى طعم الحاجة فعلا مركز بيبقى جميل جدا فيها. وقدمتو بالشكل ده ان شاء الله الحلقة دي هبقى نزلها قريب. انا بس اخترت لكم المقطع ده عشان تشوفوا آآ المحش بيتعمل ازاي او تطبيق على حالة الضغط اللي هي البرتغالي. دي بقى الكليبسو ده انا رحت المحلة مخصوص لانها مش عندي فقلت له انا عايزة اشوف الحلة دي. دي اللي كانت في العرض. بصوا دي مشكلتي مع الكليبسو بصراحة. اني كزا حد قال لي انها مع الاستخدام بتفوت او بتنعم وما بتبقاش محكمة الغلق. فبصوا انا رحت ويعني بالصدفة والله البحتة لقيتها فيها نفس المشكلة. فحتى سألت الراجل طب هي ليه بتعمل كده? قال لي علشان دي بس في العرض. فحتى ساعتها قلت له طب ما هي كده مشكلة معه مع استخدامي. ليها ممكن تسبت يعني تبقى بنفس الشكل ده. انا هو هنا فتحتها وحبيت اواري كل حاجات تبقى معاها. آآ آآ دي جاي معاها الكتالوج بتاع التشغيل. بيجي بقى معاها بصراحة ده اللي عجبني قوي الكتاب بتاع الوصفات ده مليان كمية وصفات رهيبة. انا كان هنا علي يقول له راجل هي توصوره يعني مليان وصفات جميلة جدا جدا اللي هي ممكن تتعمل في الحلة. انا حبيت افتحها وارهو لكم. بس هي ما فيهاش معاها تقريبا قطع غيار غير دي. الكتاب الوصفات والآآ كتالوج. اني انا ما شفتش فيها او ما عرفش فيها حاجة تانية شايلينها ولا بس آآ هما دول الحاجات اللي طلعت في معايا في الحلة. والمصفة برضو اللي بتبقى موجودة في اغلب الحلة. الستة لتر المصري والايطالي هما اللي مش معاهم قطع غيار خالص. والآآ اتناشر لتر التركي برضو. اللي هما بيتفتحوا الدرعة لفوق ده. ده ما كانش معهم اي قطع غيار. بصوا بقفل نفس المشكلة مش بتقفل تماما. يعني دايما وانا بشتري الحال بتاعتي كانوا بيخوفوا من النقطة دي. فجيت اعمل ده هنا عنها. لقيت نفس المشكلة. الصفارة بتاعتها بتبقى آآ من حركها البرة تقريبا او لجوة آآ بتخرج البخار بتاعها. ودي برامج للطبخ اللي هي ما متصورة عليها دي. حاجة للفراخ حاجة للخضار بتبقى موجودة في الكاتالوج بتاعها اللي جوه. ده كده كان عندي اله اللي عملناه عن انواع حلل الضغط المختلفة آآ اللي موجودة في مطر. ودي كانت اخر حلة معايا اللي هي اللي حلة الكلابسو. آآ وزي ما انتم شايفين الشارح بتاعنا كنت باسأل الراجل عن الحاجات دي كلها. حتى انا قلت له يجيب لي حلة تانية عشان اجرب القفل والفتح بتاعها لاني انا مش مقتنع خالص انه تبقى كده يعني. قلت له هاتلي حلة تانية عشان اشوف يعني مش معقول هطلع الريفيو والحلة كلها بايزة كده. اهو. دي بقى هي محدش بيفتحها لقفلها خالص لسه جديدة. مش في العرض. قفلت وفتح التمام. بس برضو انا يعني ما اتطمنتش يعني. خلصنا بتاعنا بتاع حلل الضغط. يارب يكون فاتكو ان شاء الله اي حد ليه اي سؤال عن اي حلة من الحلل دي. اكتب لي في تحت اماكن الشراء الاسعار آآ المركات اسم المركات انا تحت امره في تحت تكتبها اكتب لي سؤاله انا ان شاء الله هرد عليه. ونتنقل على ودلوقتي مع الريفيو التالت عن ادوات المطبخ. واول حاجة نتكلم عنها هي الحلل. لو جينا وتكلمنا عن الحلل هقول ثم 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 يعني بالنسبة لي انا ما فيش اي بديل آآ في الطبخ يعني في حالة الطبخ غير بصراح. ممكن اجيب حاجة جنبها لكن استغنى عنها مش ممكن. آآ بطبخ فيها زي ما انا عايزة. لا بتجرح ولا بتتنقر ولا اي حاجة. حمالة اسية بصراحة حمالة شغل. آآ دي زي ما قلت لكم دي افضل النوع بالنسبة لي بتعمل فيها برحتي بقى مع لها الامونيوم مع لها خشب جميلة جدا وبتبقاش فرقة فيها اي حاجة. تنظفها سهل جدا لو لازق فيها اي حاجة مجردها بنقعها شوية. وبتبقى كويسة جدا جدا وآآ ودعكها برحتي ما بقاش خايفة عليها. اهم حاجة كمان بالنسبة لي انها مش بتتفعل مع الاكل خالص. يعني كمان ممكن ابيت الاكل فيها في التلاجة. ما بقاش الآن آآ منها انها تتفعل مع الاكل بتاعي. وعشان كده هي افضل اختيار بالنسبة لي. ولو فكرت اجيب نوع تاني هيبقى الجرانيت. يعني لو انا عايزة آآ لو انتي بتجهزي مسلا وعايزة نوع تاني جنب ممكن تجيب الجرانيت انه هو برضو من الانواع الجميلة جدا واللي سهرها هيعتبر كويس. طبعا في حاجات اعلى من كده في السعر. بس آآ الجرانيت تعتبر سعرها في المتوسط. ونخلي بالنا ان التخانة بتاعتها تبقى من اربعة لخمسة ميلي علشان تكون كويسة وتتحمل. بس طبعا الجرانيت لازم اكون واخدة بالي وانا بستخدمه. اني استخدم فيه دايما معالق سيليكون او خشب عشان ما يتجرحش وما شهضعك فيه بقى جامد والحاجات دي كلها. طبعا زي ما بالنسبة لي بيبقى مريح في النقطة دي قوي. وده زي ما وضحت لكم دلوقتي ان الجرانيت آآ خيار تاني. لكن الاساس هو زي ما زمان كده كانوا لازم يجيبوا لطاقم الالمونيا وبعدين يجيبوا جنبه حاجة تاني يعني انا مسلا كنت بجيب جابة الالمونيا من عشرين سنة وجنبه للستانلس. دلوقتي انا بفضل ان الطاقم الاساسي يبقى ونجيب جنبه اي طاقم تاني. ويفضل برضو يبقى آآ الجرانيت لانه بيتحمل اكتر كمان من السراميكو من التيفال طبعا. زي ما وردكو اهي بصوا دي انا عايز اقول لكم دي بقى لها عندي عشرين سنة. الطاقم ده بحاله. وطبعا لازم اقومتأكدة انه هو خمته كويسة وتقيل وفيه طبقة اللي من تحت اللي بتوزع الحرارة كويس. دايما الستانلس اللي كويس اللي هو تمنتاشر على عشرة. آآ عايزة اوريكو بص يا رب تبقى بينا ده مكتوب عليها انه هو آآ ستانلس تيل آآ تمنتاشر على عشرة. مش عارفها تبقى واضحة ولا لأ طبعا هي آآ كوري دي كوري ميدن كوريا. بس ده من زمان بصراحة من عشرين سنة كان الاستانلس السا قليل قوي قوي في السوق. فده كان كوريا كان افضل انواع لكن دلوقتي بصراحة في انواع كتير حلوة. والمصري كمان نازل آآ حيال كويسة قوي قوي. آآ آآ عايزة اقول لكم حاجة كمان بالنسبة للتسوية هي آآ ناس كتير بتقول نها بتشيط آآ بتحرق الاكل او الاكل بزق فيها. لا خالص انا معي الحلة دي زي ما قلت لكم بقى لعشرين سنة لشيطت مني الاكل ولا حرقته ولا آآ لازق فيها آآ اهم حاجة ان احنا نزبط درجة آآ الحرارة ونعرف نسوي فيها الاكل ازاي. يعني نعود نفسنا عليها احسن ما نجيب حاجة تانية تتقشر. دلوقتي بقى نقول مع بعض الصواني. ندخل في الصواني. الصواني برضو بالنسبة لي احلى حاجة في الصواني هي البايركس. البايركس هو افضل بالنسبة لي استخدام من اي حاجة تاني. وطبعا زي البايركس كمان هو او من الحاجات اللي كويسة جدا جدا وبقدر استخدمها. زي ما انت شايفين الطقم ده كده معي. آآ ده كنت جايبات كده على بعضه. آآ في في السيل كان سعره تحفة جدا جدا. والحلة دي كمان بس انا يعني هي حلة بس انا مش باستخدم خالص البايركس على النار بخاف انه هو يطرقع مثلا او يفرقع فيه او يتكسر. فانا خالص مش باستخدم البايركس على النار. آآ دايما باستخدمه في الفرن. يعني حلة زي دي ممكن اعل فيها طاجن في الفرن. والصواني زي كمان آآ باستخدمها على طول. آآ من ضمن الحاجات المهمة اللي احب لكم تعرفوها ان البايركس الحلو هما التلات انواع. آآ ده افضل نوع فيهم. الان مسكة ده افضل نوع فيهم يا رب يكون بين. طبعا اي استفسار عن المركات او الاسعار او الاماكن اللي بجيب منها. آآ اللي بتعمل عروض او سيل كويس ممكن تكتبوه في تحته انا ارد عليكم يعني باستفاضة. آآ فده بالنسبة لي ده احسن آآ ده احسن الانواع اللي انا كنت آآ مسكة في ده ومش معنا احنا بقول بايركس ان هو آآ سعره عالي. لا يا جماعة يعني الطعم ده مسلا اللي هو تلاتة دول آآ عامل آآ متين خمسة وسبعين جنيه كان في العروض بصوا آآ ده دي الصغيرة ودي الاكبر بتاخده كميات كويسة جدا جدا يعني بصوا حجمه. وده بقى الطاج الكبير جدا بتاعه آآ ياخد بطة مرتاحة. يعني ما شاء الله عليه حجمه كويس قوي قوي. زي ما قلت لكم ده متين خمسة وسبعين يعني استنيه اقل من مية جنيه. وعايز اقول له يعني السعر ده وهو كمان افضل مركة فيهم. انه هما زي ما قلت لكم تلاتة اللي هي المركة دي. وهي مركة وسط. وفيه بقى المركة اللي هي جايبة منها الحلة دي. اللي هي التالتة بتاعتهم او الاقل شوية آآ في الدجري بتاعتهم او في الدرجة بتاعتهم يعني. زي ما انتو شايفين هم دول التلاتة اللي انا جايباهم في السيل وكان سعرهم تحفظ عياتها قوي. آآ الحلة زي ما قلت لكم دي اللي هي الدرجة التالتة. مش معنى انها درجة تالتة يعني بتفرقع بسرعة او بتفرقع على النار او حاجة. آآ لكن الفرق ما بينهم هي التخانة. دي آآ بتبقى تخانتها قليلة شوية عن التخانة الصواني. يعني ارفع. بتبقى ارفع سنة. تخانتها ارفع سنة زي ما انتو حتى شايفين الفرق في التخانة هنا دي ارفع سنة. دي الدرجة التالتة. وطبعا بتبقى ارخاص منهم هما الاتنين. لكن ده مش مش بتنفجر بسرعة ولا حاجة هي بس ده الفرقة بينهم. دي تخانة عالية ودي تخانة قليلة. وطبعا او من الحاجات برضو الجميلة جدا جدا. واهم حاجة في ده كله انه مش بتفعل مع الاكل. انا بطبخ فيهم انا متطمنة والدنيا بالنسبة لي امنة انه هما اه مش اه اه مش الاكل مش هيعود علي بضرر او اي حاجة. اه من ضمن الحاجات تاني. اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي او الصواني برضو الكويسة او الطواجن بقى. اللي هي الفخارات. الفخار الابيض والفخار البني من الحاجات برضو الجميلة اوي اوي. اه بتبقى استخدامها صحي برضو. في نفس الوقت بس طبعا الفخار البني اه احنا بنجيبه مط. واحنا اللي بنحرقه في الفرن علشان فاطر اه نغطي الطبقة دي. يعني ما ما يفضلش نحنا نجيبه بالطبقة اللي بتلمع بتاعته. برضو دول بالنسبة لي خيارات كويسة جدا جدا للطهي فيهم في الفرن بالنسبة للصواني. برضو الفخار الابيض من الحاجات اللي اه اللي طهي فيها جميل اوي. وبرضو تخزين الاكل فيها بيبقى صحي يعني يعني انا من ضمن الحاجات اللي باستخدامها فيها انا ممكن اخزن فيها الاكل وهنشوف كمان شوية خيارات تانية كمان اللي تخزين الاكل في التلاجة او قبيت الاكل يعني في التلاجة. فدي كمان هي زي ما انتم شايفين التواجن الابيض والفخار من الحاجات الكويسة جدا جدا. آآ في في الطبخة او في الفرن. هنشوف برضو انواع تانية دلوقتي. آآ النوع التالت بقى اللي انا برضو بفضله اللي هو الفرنساوي. آآ عايز اواريكو الطقم ده يا جماعة انا جايبات تقريبا من سنة. الطقم ده كان تحفة تحفة تحفة. آآ انا شفته في مكان واحد بيتباع على بعضه. لكن في كل المولات او 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 كرفور او كده آآ بيتباع فرداني وبيتباع فرداني مبالغ. يعني كل قطعة بمبلغ. لكن انا في مكان واحد بس شفته كده على بعضه وكان الصيل عليه رهيب. يعني عجبني جدا وما ترددتش لحظة اني انا اجيبه. بالذات بعد ما شفته فرداني وانه بيتباع بالقطعة كده. في وفي كرفور بكل قطعة زي ما قلتلكم بمبلغ. يعني لو جمعت الطقم ده زي ما انتم شايفين شايفين القطعة بتاعته وشايفين احجامه. لو حبيت اجمعه هجيبه تقريبا بضغف التمن بتاعه. ده كان في في العبور ساعتها آآ وانا كنت في مكان تاني خالصه لما شفت آآ يعني بوزع ورقة آآ ورقة فيها عروض كده لما شفته آآ آآ يعني ما ترددتش ان انا اجيبه. يعني فكرت كده يوم وتاني يوم لقيته بقى بيتباع بالقطعة وسعره عالي فروح تجيبته على طول ده كان آآ بألف جنيه وهو اتناشر قطعة. والصواني بتاعته جميلة 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 وهواريكو لسته كمان هو طاقمين طاقم اللي هو السيركل ده او اللي هو المدوره طاقم آآ البيضاوي آآ جميل قوي 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 واستخدامه كمان صحي وهلسي اللي هو الفرنساوي ده صحي وهلسي وان انا احط الاكل في وابايته برضو جميل بصو دي تنفع كيكا جميلة قوي وليها حركة كده في الطرف بتاعها حلو قوي يعني شكله وحجمه يعني كمان بصو الصينية حجمها قد ايه كبير ولسه دي كمان اكبر منها يعني انا هوريكو كده عن الاسعار بتاعتها بصو الصينية دي قد ايه كبيرة وحلوة قوي قوي باستخدامها ده طبعا ينفع اعمل فيه الاكل وينفع اخبز فيه اخبز في كيك يعني كل الاغراض دي مش كل الاغراض بصو الحجم اتها قد ايه اكتر من يعني اكتر من شب شبر وشوية كده بياخد بتاخد كمية كبيرة جدا يعني بتاخد فرقة مرتاح تاخد كيكا كبيرة ده كده الطاقم المدور لسه بقى بقيت الطاقم كله اللي هو كان بقى الف جنيه ساعتها اه هوريكو بقيتو دلوقتي هم دول القطع واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة اربعة خمسة ده غير السلطنتين الصغيرين او الاتنين بولة الصغيرين اللي كانوا منفصلين لوحدهم اللي هما دول دول كانوا كدوي يعني اللي هو الاربعة ما كانوا اربعة اربع بولات اهم دول اتنين تانيين بتاعهم والقالب المدورة الكبير بتاع الكيك دول كانوا كدو كمان على الصوان المدورة والاوفل دي دول اهم الاتنين الجميل جدا 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 جماعة ويدخل الفرن حتى الصغيرين دول طبعا بيدخل الفرن يعني ممكن يعني فيهم رز بلبن بصوا بقى شكل الاوفل بتاعه جميل جميل شبه القارب كده وحجمه حجمه كمان كبير قوي ما تستغربوش نحط الحاجات في كارتونتها انا من النوع اللي بجيب حاجة بتاعجبني بحب حافظها لها قوي يعني بستخدمها واختلها وانشفها ورجعها زي ما هي تاني في كارتونتها يعني من النوع اللي انا بحب خلي الحاجة زي ما هي اكيني جايبها اول مرة اي حد يجي عندي او اقدم فيها اي حاجة لأي حد يحس ان هي لسه جديدة يعني فانا دايما بحتفظ الحاجة بكارتونتها يعني حالة للضغط اللي انا واختلهم وانشفهم وارجعهم في الكارتين تاني بصو دي حجمها قد قد كبير يعني دي تاخد فرخة اتنين كيلو مرتاح تاخد آآ اتنين كيلو لحمة تعمل فيها طاجن تاخد فيها اي حاجة حلوة بصو كمان عمقها لقى الطاقم فعلا كان جميل جدا جدا وبرضو زي ما قولنا ده من الحاجات اللي استخدامها صحي وجميلة ايه الطواجن الفرنساوي دي طبعا العياد اسألني عن السنتر هو السنتر ده بينزل العرض ده كزا مرة يعني انا آآ بعد ما شفتوهم بيتباعوا بالقطعة في الهايبرز والكارفور والمولاتو كده آآ كنت بتابع على طول آآ لقيتهم ان هم بينزلوا آآ كل فترة بينزلوا عرض على الطاقم كله على بعضه بنفس السعر اللي هو الف جنيه اهو ارجعوا معاكم بقى دول كده التلات قطع اللي هم البيضاوي وحط هنا انا هنا حط معهم البلتين انا استغنيت عن الكارتونة التالتة وهنا حاطيت البلتين ودي بقى الطاقم المدور احنا حطينا تلاتة اربعة خمسة ودي القطعة الستة اللي هي المدورة الكبيرة السبعة ودي التمنى الطاجن التامن تاسع العاشر ودي الحداشر وبالتناشر البلتين الصغيرين آآ جميل جدا جدا الطاقم ده وزي ما قلت برضو الاكل فيه هلسي وفي نفس الوقت سعره كان تحفة وخرافة جدا جدا بالنسبة آآ لعدد القطع اللي فيه بالنسبة لامكانياته وبالنسبة لاحجامه آآ بيوفر لي حجام كتير ممكن اعمل فيهم آآ حاجات كتير قوي قوي متنوعة طبعا انا معاكم في الكومينت لو اي حد عايز يسأل عن المكان او الاسعار آآ او مركات تانية مفيش اي مشكلة خالص انا آآ معاكم هرد عليكم في اي حاجة ودي كده آآ خيارات تلات خيارات من الصواني عندي ندخل بقى في الرابع هستعرض مع بعض الصواني نوع رابع اهو الالمونيوم والجرانيت دي بقى انا خليها للاخر انه انا بصراحة ما بحبش اعمل اكل ما بحبش اطبخ في الالمونيوم او في آآ في الجرانيت آآ ممكن اخبز والالمونيوم برضو يعني انا الالمونيوم الجرانيت بنسبالي خبز اكتر ما اطبخ فيهم صنية بطاطس مثلا لحم افريق لأ انا بحب اجيب يعني الاردر ده الالمونيوم تحت ده الكيسو ده لسه اردر انا طلباه آآ اونلاين يعني وجايلي اهو زي ما انت شايفين مركدي برضو كويسة جدا في الالمونيوم آآ ده على فكرة الاردر ده كان عرضي برضو بمتين جنيه اللي هما التلات صواني اللي مع بعض انا بصراحة من اللي بلقط العروض يعني مش بروح اجيب حاجة كده وخلاص من اي محل لا انا بما اني متابعة لحاجات دي متابعة اسعارها فلما بشوف حاجة لقطة وعرض فمش بتردد فيها خالص بس فانا بالنسبالي الالمونيوم او الجرانيت خبز الكيك خبز البسكوت خبز المعجنات بيبقى حلو قوي قوي اني انا اعمله فيه دي دي مش جرانيت دي آآ مطلية جرانيت ان الجرانيت بيبقى لي تخانة معينة هتشوفوها برضو معايا دلوقتي لكن دي برضو من الحاجات الكويسة بس لازم اراعي ان انا استخدم فيها آآ معلقة سيليكون او معلقة خشب وزي ما قلت لكم انا ما بفضلش اني اعمل اكل او طبيق في الالمونيوم او الجرانيت علشان ما ببقاش فيه تفاعل مع الاكل لكن اخبز ممكن اي معجنات او كيك او بسكوت وطبعا بنقلها على طول او باشالها على طول من الصنية واخسلها وانا وانا اشرفها واشالها في كيسها او كارتونيتها داني لكن انا لو هتكلم عن الطبخ زي ما قلت لكم كل اللي فات ده كان آآ اختيار بالنسبة لي مناسب جدا جدا للفرن يعني او للطواجن والطبخ والحاجات دي كلها في كمان في بالنسبة للاجرانيت عندنا النوع ده يعني انا وردكو دلوقتي اللي هو المطلي الاستانس المطلي جرانيت وفيه بقى اللي هو الصنية الجرانيت اللي هي ليها تخانة معينة وبتبقى آآ تقيلة وزي ما انتم شايفين اللي هي اربعة خمسة ميلي دي آآ دي برضو كويس قوي قوي وتوزيعها الحرارة بيبقى حلوة قوي قوي آآ وانا برضو زي ما قلت لكم بحب الحاجات دي الكيكات وكده آآ اغلب الطبيق بتاع بيبقى في بايركس بصراحة اغلب صواني الاكل او الحاجات الحوادق بيبقى في البايركس بعد كده بقى الحاجات دي كلها بتبقى الكيكات نيجي بقى للفضيعة دي دي بالنسبة لي بتبقى بديل صنية آآ صنية بتيجي بحجم ثابت يعني باجي بصنية واحدة بالمبلغ حلوة برضو بتبقى بحجم ثابت متغيرش اما الطوق ده بالنسبة لي ده مرن جدا اعمل الحجم اللي انا عايزاه مجرد ان احطها جوة صنية اكبر منها واصغر خالص بقى اعملها حجم صغير مقاس عشرين مقاس اربعة وعشرين او ممكن ان انا اكبر خالص اعملها مقاس تلاتين فدي بتديني رياحية كويس قوي قوي في ان انا اعمل الحجم اللي انا عايزاه مش لازم اروح اجيب في كل مرة عايز اعمل فيها حجم معين اروح اجيب صنية على قد المقاس ده لا خالص دي بتديني مساحة ان انا اعمل اي مقاس انا عايزاه فبالنسبة لي عملية جدا جدا اكتر من صواني العادية تتفتح وتتقفل وبقدر اسبتها آآ بالمثبت بتاعها اللي بيتحرك ده بقدر برضو اسبتها فيها فدي من الحاجات الجميلة قوي قوي في الاستخدام انا اواصل كل واحدة بدل ما تحطها تحط فلوس في الشيزكيك لا يا دي هتبقى جميلة واتخليها تعمل اكتر من مقاس واكتر من فكرة كمان نيجي بها لتخزين او مش تخزين الاكل اللي هو ان احنا نبايت الاكل في التلاجة برضو من ضمن الحاجات اللي الافكار الحلوة قوي في ان احنا اه ممكن نجيبها او نستخدمها اه هو الحاجات اللي مبايت فيها الاكل في التلاجة يعني ما يفضلش قبل احنا لو طبخنا في اي حاجة ايا كانت هي زي حتى ما بحبش برضو ابيت في الاستانلس انا بالنسبة لي الازاز هو افضل حاجة ممكن ابيت فيه الاكل في التلاجة اللي هي البولات الازاز دي دي ازاز عادي دي مش بايركس دي بولات عادية خالص بقى اي بقى اكل بحط فيها ويبايته في التلاجة علشان خاطر او اضامنا انه ما يدفعش معاها طيب ايه تاني الخيارة تانية البايركس انا مسلا زي الطائم اللي كنت جايباه ده في واحدة بايركس صغيرة زي دي لو تبقى جزء من الاكل وفي عندي البايركس الاصغر كمان اللي ممكن اخزن فيه الاكل في التلاجة التاني يوم لو هسخنوا مسلا حاجة زي دي ورد الفخار الابيض ممكن احط فيه الاكل تاني يوم لو انا هطلعه تاني يوم على الفرن على طول فبايته في البايركس زي ده كده بحيس اخده من التلاجة على الفرن طيب بالنسبة للتغطية انا مش هاتيب الاكل كده لازم اغطيه يعني مش هاتيبه في الحل عشان اغطيه طبعا البولات دي ساعات بيجي معها الغطى بتاعها فلو جاي الغطى بتاعها معها حلو جدا طب لو مش الغطى بتاعها موجود يعني لو انا جايبة بولات ازاز من غير الغطى اه فاشوف بقى اهوريكم دلوقتي البديل اللي ريحني جدا جدا وخلاني اه اه ابيت الاكل في التلاجة في البايركس او الفخار اللي هي الغطيان دي الغطيان دي جميلة جدا جدا في استخدامها حلوة قوي اه بتخليني اخزن براحتي او ابيت الاكل براحتي في البايركس والفخارات والحاجات الازاز دي من غير ما حط بقى ورق طول الليل على الاكل ولا ان انا بايت الاكل في الحلة عشان الاقي الغطى بتاع الحلة واغطي بيه بصوا بتتشد يعني ده اكبر مقاس فيها غطت الصينية البايركس بحالها اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده يعني احط عندي اي اكل وهبيته في التلاجة هيبقى ده خيار كويس جدا جدا او اختيار كويس دي المقاس اللي بعدها او الاصغر منها على طول ممكن برضو اغطي بيها اللي هي البيضة دي وبتتمط وبتتشد اه وبتغطيها ايه بتبقى مرتاحة فيها يعني وريها لكم دلوقتي اهي زي ما انتم شايفين برضو كده احنا غطينا اه ده فانا برضو بنصح اوي اوي بالغطيان دي لو حطها ممكن في الحد برتمان يعني في واحدة ممكن تغطي برتمان صغير لو فتحت علبة وغطاها خلاص اللي هو الصفيح اللازم يترمي ده اه ممكن نغطيها بحاجة زي دي يعني في الحد اغطي كباية كباية لابن ممكن اغطيها بالغطيان استريكن دي فدي رياحتني برضو جدا من ضمن الافكار اللي حبيت اوصلها لكم وان هي وسعرها مش غالي خالص على فكرة هي بتوفر علي اصلا طبعا حاجات ثانية كتير ودي كانت فكرة البولات التخزين او اه مش تخزين اللي هو ان احنا نبيت فيها الاكل تاني يوم في التلاجة ياما البولات الازاز ياما البايركس ياما الفخرات دي كلها بتبقى جميلة جدا هنشوف بقى دلوقتي الفكرة اللي بعد كده اه اتصاد اتصاد من الحاجات اللي مهمة جدا جدا برضو في المطدخ وانا بالنسبة للاتصاد الجرانيت بالنسبة لي هو اهم نوع من التصاد الالومانيوم مش بفضلها خالص خالص او انا اصلا مش بقى كتير انا باستخدم التصاد في انو ان انا اا اعمل لل لحمة او الفراخ او ان انا اعمل خضار سوتي او انا فراخ بالخضار او حاجة فبيبقى عندي تصها عشان كده فالتصة بالنسبة لي مش بجيبها عشان القلية انا بجيبها علشان هعمل فيها حاجة معينة زي م şey تلكم كده بس تشوك او حاجة للحمة والفرخ او الخضار. اه النوع اللي بفضله هو الجرانيت. الالمونيوم مش حلوة خالص. اللي هو اللي بياخد طبقة سودة ده او التيفال بيبقى مش تفال مركة للطبقة السودة عفسها بتقشر بسرعة قوي. اه الجرانيت بيتحمل طبعا مع مراعاة اني لازم استخدم المعلقة السليكون. مع مراعاة ده جدا جدا جدا. لازم في الجرانيت او في اي طبقة ممكن تتقشر ماستخدمش غير معالق سليكون او معالق خشب. اه ما حطش فيها الالمونيوم معالق او الاستعلص دي خالص. اه بس فهو الالتصاط الجرانيت هي افضل اه طاصة ممكن نجيبها ويفضل ان احنا كون عندنا كزا حجم. اه وكزا اه مقاس منها. زي ما قلت لكم المعالق السليكون او الخشب افضل استخدام للطاصات دي. دول بقى بما انك اللينا عطسات والالية انا عايز اواريكو دول دول خيارات للالية الصحية في الفرن. عندك الصانية دي اللي هي شبكة وتحتيها صانية تانية تحتها. ان احنا ممكن نحط الحاجة هنا واندخلها الفرن تتقليه زي بانيه مسلا او حاجة. وفيه المفرش السليكون برضو ممكن نروس على الحاجة اللي عايزين نقليها زي الفليو. انا عامل حلقة كنت قلية فيها في المفرش السليكون. مشكلتي فيها هي ان انا مرة قاليت فيها بطاطا. اه مش قاليت فيها. يعني دخلت في بطاطا الفرن. فنزلت لي العسل بتاعها عصطانية والاسف البقعة بتاعتها مرحتش. فدي كانت مشكلة بالنسبة لي. انا انا عملت فيها كل لعبتها فيها كل الالعاب مرحتش برضو. والمفرش السليكون برضو. اه مرحش تماما مكان ما كنت حطى الفلي عشان نيت قلي. فدي بالنسبة لي العيب بتاعها بس. لكن غير كده هي كويسة جدا. مش مش كويسة في البطاطس على فكرة. بالنسبة اللي هيجيب عشان البطاطس محمرة لأ ما ما نصحكوش بيها. لكن لو عشان تقلوا سمك تقلوا في ليه? آآ بيطلع كويس فيها. آآ وفيهم هما الاتنين يعني. لكن مشكلته ان هو برضو ممكن يبقى وما يروحش. بتبقى مش سهلة خالص. انا جربت كل الوسائل اللي طلع بيهم الحاجات دي. لأ ورجعها يعني المفرس تلكم بالذات ارجعه لهم الطبيعي. لا الاسف ما ما رحش عندنا بعد الوقتي الجريل. ندخل على الجريل ونتكلم فيه. آآ انا عندي الجريل اللي هو زي ما نرايفين ده اللي هو الايطالي. آآ ده الاصلي. ام تعرفوا ان هو اصلي منين من ان هو بيبقى محفور عليه ميد الايطالي على ايد بتاعته. وفيه برضو اللي هي الجريل اللي بتبقى منفصلة لوحدها. دي اهي. بتبقى معاها بتاعتها. الحمرة دي. وهي اهي زي ما انتم شايفين. وفيه بقى الجريل اللي لوحدها دي. انتو لو قلتولي افضل ايه? اقول لكم افضل الجريل اللي لوحدها. مع زرطان لكل الناس اللي بتحب. لكن انا بالنسبة لي بفضل الجريل لوحدها. ليه? اقول لكم ليه? اول حاجة الجريل دي اللي سعر فيها تقريبا خمسة مية جنيه. من ربعمائة لخمسة مية جنيه. وانتو طلعين بقى. ده حد الافات مؤلفة يعني. في حين ان هي بتعمل نفس دور الجريل اللي هي لوحدها. يعني الجريل اللي لوحدها المنفصلة. هنا بدي للحمة او الفراخ او اي حاجة. وهنا بدي لها. لكن آآ اللي هي لوحدها بقدر بعد ما بديها بغطيها تماما بالورق الفويل باحكام جدا جدا. ادخلها الفرن. على طول بتديني تسوية ووقت سريع جدا. كمان لحمة الفراخ. دي نفس الطريقة بديها وغطيها بالشكل ده. طب ايه الفرق بقى? برضو بتديني وقت تسوية. بس انا بالنسبة لفرن كمان اصرع. لما غطيها كويس قوي قوي. الفراخ والاحمة بتستوي اصرع. طيب ايه بقى الفرق? الفرق ان دي بخمسمية جنيه او اكتر. ودي ممكن تجيبها بمية وخمسين جنيه. يعني انا ممكن اجيب بتمن الكبيرة اللي هي اتنين او تلاتة من الصغير. فهو ده اللي انا حسيته. انا جبتها ما حسيتش ان انا يعني استخدامها فرق كتير عندي. بالعكس انا برتاح في اللي هي الفرداني لوحدها دي اكتر من حاجة تانية من العيوب اللي ما عجبتنيش في ان هي الريحة بتلزق فيها. يعني بمعنى لو عملت فيها حاجة معينة. بحيث ان الريحة بتلزق فيها كتير. انا مرة عملت فيها جنبري. فضل اللازق فيها بتاع اسبوع. الريحة لازق فيها. الريحة لازق فيها اسبوع. اهويها زي ما اهويها. ادعكتها بلمون. ادعكتها بلمون النحيتين برضو فضلت الريحة فيها زي ما هي. تنظفها اه مش سهل قوي الحاجة بتلزق فيها ولو السوائل اللي موجودة في الاكل نشفت على طول تشيطها مكان عين البوتجاز يعني مكان النار تحت ها كده النار على طول تقم لسعة الاكل فلازم ابقى مراعية دايما اني اوطي النار او ازود السوائل علشان خاطر ما تلس عليش الاكل من تحت فدي عيب برضو فيها زي ما اقتلكم انا دي بديها وام افل عليها كويس جدا ودخلها الفرن فبتريح لدماغي من انها ممكن الاكل تلسع فيها او حاجة او حتى مش رسم ادخلها شخصيا الفرن انا ممكن ادي للحاجة هنا وقوم نقليها في صانية سخنة واقفلها بالفويل وادخلها الفرن فدي برضو آآ فيها النقطة دي احسن ما زي ما قلتلكم العيوب اللي انا شايفها في الضابل جريل انها غالية قوي في حين انا ممكن اجيب بنفس التمن اتنين تلاتة من الجريل اللي لوحده الريحة بتفزق فيها ودي حاجة دايقتني وعملتها قلتلكم بلون كتير آآ وتالت حاجة انها آآ ممكن تلسع الاكل لو مسلا شايفين احنا ممكن نقلبها على النار دي حاجة كويسة لا هي بالاسف بتنزل كل السويل بتاعتها لما بنيجي نقلبها بتنزل السويل اللي في الاكل من الفتاحات دي وبتبهد البتاجاز ودي حاجة بقى اللي هي ابشع ما يمكن يعني لو في بقى زيوت ودهون ونزلتها البتاجاز مجرد ان احنا جربنا نقلب فدي برضو حاجة من الحاجات اللي بتبقى ريخمة جدا جدا فاحنا بستخدمها زي ما هي ما بقلبش خالص الجريل بفتح عليها وقلب الاكل وخلاص على كده ودي كانت فكرتي او رأيي عن الجريلات هنتكلم دلوقتي عن التوابل طقم التوابل آآ اللي هو التوابل الدوار ده برضو من ضمن الحاجات اللي انا بفضلها في ناس كتير بتركنها او مش بتحبها او بتقول انها بتلم آآ دهون او زيوت او هي لو بتلم دهون او زيوت احنا ممكن بعيدها خالص يعني ممكن نحطها في مكان بعيد علشان خاطر آآ ما تلمش دهون او زيوت لكن هي عملية جدا 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 اولا هي دي مسلا فيها بتاع ستاشر تابل ستاشر برطمان بحط فيها ستاشر تابل آآ لما هم لي كلهم في حتة مكان صغير جدا آآ مش بقى برطمانات برطمانات جنب بعض وعملها ارص يعني انا مسلا واحدة عندي آآ اتنين وتلسين تابل يعني عندي اتنين من دي مسلا يعني عندي آآ آآ طاقمين تابل من دول لو انا عشان انا بستخدم تابل كتير لو انا عايزة اتنين وتلسين برطمان هجيب لهم مكان منين يعني هجيب لهم مكان منين في البطبخ احط فيه كل البرطمانات دي فدي يعني حلتلي المشكلة دي مشكلة ان آآ اني بقى فيه تابل كتير وعايزة برطمانات كتير وعايزة مكان كبير فدي بالنسبة لي كانت اختيار لصيف جدا آآ الاستاذ الاستاند ده بقى مشهور جدا ومعروف جدا وان احنا ممكن نحطه ده اللي هو بيبقى جرار كده ببين التلاجة مثلا والرخامة ببين البوتجاز والرخامة يعني ده مشهور بس انا بصراحة عشان ما كانش عندي اماكن على الارض نحط في حاجة فاستخدمت الاسخدام ده وريحني جدا جدا في انه هو لملي كل البرتمانات اللي عندي يعني انا حطيته فوق الرخامة خدت بس منه طباطين وحطيته فوق الرخامة ولميت في كل البرتمانات بقى اللي كانت عاملالي قلق ممكن نحط في الزيت الخل السكر القهوة الشاي كل البرتمانات اللي عندنا اللي بتبقى عاملالي قلق على الرخامة او في المطبخ بالشكل ده هو لملي الدنيا كلها في حتة صغننة وفي جنب وخلاص كده انا خلصت من اه قزمة البرتمانات فدي فكرة برضو حبيت اقولها لكم للي عنده قزمة البرتمانات دي ممكن يستخدمها بتبقى بالشكل ده بشكلها كمان لذيذ قوي قوي في المطبخ هنيجي بقى لفكرة تانية او مش فكرة نتكلم شوية عن الادوات بتاعة المطبخ الادوات بقى اللي بتوقف الادراج اول حاجة هنتكلم عنها اللي هي المساكات المساكات في عندي الانواع دي زي ما انت شايفين كده ده السيليكون ده معروف ده دلوقتي قوي اننا بندوس عليه كده فبيتفتح ده كده نوع بيبقى اطرافه سيليكون زي ما انت شايفين وهو بقيته ستانلس وفي ده ده مش بيتفتح وتقفل هو مفتوح كده على طول بيتقفل بالضغط ودي اطرافه ستانلس بس ولو سألتوني افضل مين فيهم ولا ده ولا ده انا بصراحة بفضل ده ده بتاعي بقى له 20 سنة انا سقولوك ده من جهزي يعني بصوا شكله السواد ده من كتر الاستخدام وكمان كنت استخدموه في الشوعة الفحم فعشان كده يعني تبهدل معي بحبوا ليه اولا قفلته ليه قفلة وفي نفس الوقت ستانلس يعني فيه واحد من دول ليه قفلة وتاني لا ليه بحب الحرف ستانلس بيسهل لي قوي ان اشيل الاكل يعني بيسهل لي الحرف سيليكون بيبقى حرف تخين اجي اشيل قطعة اللحمة او الفراخ بيبقى صعب ان انا اشيلها بصعب ان انا ادخلها تحت قطعة اللحمة لكن الحرف سيليكون ده بيسهل علي قوي قوي ان انا ام دخلاها تحت حتة اللحمة ام شايلها مثلا او تحت قطعة الفراخة ام شايلها فعشان كده بقول لكم واحد من الستانلس دول ما بيتقفلش ويتفتح ودي عيب فيه بيبقى تقيل جدا في الضغط وواحد بيتقفل ويتفتح بس حرفه سيليكون وده برضو مش قد كده نتكلم بقى عن المعالق زي ما احنا قلنا المعالق السيليكون من افضل والخشب طبعا الخشب اولا ثم السيليكون المعالق الخشب او السيليكون من افضل الحاجات اللي ممكن نستخدمها في في الاواني اللي بتتأشر زي السراميك والجرانيت والتيفال وكل ده آآ الخشب بالنسبة انا بحب دايما الايد المدورة يعني كل اللي في السوق تقريبا ايدهم مبططة كده ومربعة وعلى ما لقيت الطعم ده فورا جبته وحتى لست جديد اني كنت دايخة على اني انا اجيب معالق خشب ايديها مدورة اما بالنسبة للسيليكون فياريت اني احنا لما نجيب نجيب اللي على بعضه قطع على بعضه من اوله الاخر والسيليكون مش مفصول اتنين المفصول اتنين ده مش حلو خالص خالص وبيعمل آآ بيبقى فيه ترصوبات مش حلوة ده ده مش مفصول ده في السيليكون بس مش مفصول مش بيتفصلوا عن بعض فده كويس وده كويس اهو زي ما انتم شايفين اللي كله سيليكون كويس اما حاجة زي دي بتتفصل كده فانا مش بفضلها خالص خالص نهائي لانها بتعمل ترصوبات هنا للأكل والمية بتدخل جواها بيبقى فيه تعفونات وحاجات مش حلوة خالص في يا جماعة ارجوك اللي هيجيب سيليكون يجيبها قطعة واحدة على بعضها مش بتتفصل عن بعض بالشكل ده بالنسبة للمضارب آآ يفضل دايما ان انا يكون عندي آآ المضرب السيليس ومضرب السيليكون انا هنا مختار المضرب السيليس الصغير بتاعي والمضرب السيليكون الكبير انا عندي السيليس الكبير والصغير والسيليكون الكبير الصغير ليه? الصغير مهم في ان انا لو انا بعمل شوية كسر صغيرين او شوية حاجة صغيرة اعرف اقلب بالمضرب الصغير. والكبير مهم عشان لو بعمل كمية كبيرة باش همل او حاجة فالكبير مهم. وجود السيليكون والستانلس مهمين ليه? علشان نوع الحالة اللي بستخدمها. يعني لو انا بستخدم حالة مسلا مش هتقشر فعادي اشتغل في بالمضرب الاستانلس. لو انا عندي الحالة بتاعتي بتقشر فيفضل ان يكون لازم يكون عندي المضرب السيليكون علشان خاطر ما تجرح ليش الحالة لان المضارب دي بالذات اكتر حاجة بتجرح الحلل. اخر حاجة بقى اللي هي الفرش وزي ما قلتلكم يفضل ان انا اجيب الفرشة اللي على بعضها الفرشة دي من اولها من اول شرشبها لحد اخرها قطعة واحدة على بعضها سيليكون ما بتتفصلش. اه اما بتتفصل دي يعني انا ركنها عندي كده مش باستخدمها خالص. اه لان هي مش بتبقى حلوة في الاستخدام زي ما قلتلكم قبل كده. زي ما قلت ده كده بقى خلصنا الادوات اللي هو الماسك قلت له ياريت يبقى ستانلس حرف ستانلس وياريت يكون بيتقفل آآ من وراء بحاجة. ده افضل الانواع. بالنسبة للمعالق خشب او سيليكون والسيليكون لازم يكون قطعة واحدة. المضارب بتبقى ستانلس او سيليكون. والفرش برضو تبقى قطعة على بعضها. ما بتتقفل ما مش بتتفك عن بعضها. ده بالنسبة كده لادوات المطبخة اول بتبقى في درج المطبخة. آآ السكاكين. نتكلم شوية عن السكاكين. دي اول حاجة ومهمة برضو جدا للناس اللي عندها صواني بتقشر او ممكن تتجرح السكينة الخشب. آآ كويسة جدا جدا وبتقطع يا جماعة وحلوة. آآ فوجودها من الحاجات الاساسية علشان خاطر آآ ما نجرحش الصواني بتاعتنا. آآ فدي انا انصح بيها بيها انكوا تجيبوها. طب ايه نوع السكاكين التاني اللي هو زي ده. آآ مش شرشرة بس شرشرة خفيفة جدا. مش مش اللي هو آآ شرشرة خينة. هنا احاول اوريه لكم او او اوضحه لكم بس شكل ده. رفيع قوي شرشرة رفيع قوي قوي ده بيبقى حلو قوي قوي في تقطيع اللحوم والفراخ وتقطيع الخضار. مش بيضايق زي اللي هوريه لكم دلوقتي بتاع الكيك آآ في سكاكين صغيرة آآ فيها الشرشرة زي بتاعت الكيك كده زي بتاع قطاع الكيك كده. دي ما تحسنش انها تستخدم في اللحوم لانها بتقطع نسيج اللحوم والفراخ. يعني في سكينة زي كده لا ما نجيبهاش. دي دي كده ده مخصوص للكيك بس عشان نقسمها من النص او حاجة آآ بيستخدم في الكيك والمخبوزات لكن غير كده يفضل في الاكل العادي اللي هو السكينة اللي مش هشهرة رفاية دي. ده كده بالنسبة للسكاكين. طيب دي كمان حاجة من الحاجات اللي انا جبتها ومعجبتنيش وقلت ان انا اوريها لكم. آآ اللي هي الحامل بتاع الليفة او الصابونة او آآ اللي هو في الحوض بتعلق بتتعلق على الحنفية وبنعلق فيها الليفة او الصابونة. آآ انا جبت دي ولقيتها بتوسع لكن البديل لها دي احسن منها بكتير اللي هي بتبقى متماسكة بالشكل ده. بنحط فيها بقى الليفة او الصابونة مش بتوسع زي التانية التانية دي بتوسع وآآ بيتبقى كده مرنة لكن دي متماسكة جدا وبتبقى ناتجة يعني كويسة ومش بتتبهدل زي دي كده. هي صحيح آآ اكبر شوية يعني او او اي اكبر واغلس شوية بس آآ احسن ما جيه بالتانية اللي هي ارخص ويه هتبوز مني على طول. المصافي المصفة او معها كمان اللي هو مانع الترتاشة بزي من الحاجات المهمة قوي قوي ان لو بنات بتجهز تجيبها آآ بيساعد جدا ان احنا ما نبهدلش البتاجاز بتاعنا مجرد ما حط حاجة على النار وتعملتش بقى وتبهدل الدنيا لأ انا بحط ده بيمنع لي جزء كبير جدا جدا من الترتاشة اللي بتحصل على البتاجاز. في منه الاصلي يعني انا جبت اجابة منه اتنين واحد بعشرين جنيه واحد بتمانين جنيه. انا جبتهم عشان ايضا اعرف ايه يعني الفرق يعني ده اصلي ده مش اصلي آآ مفيش فرق. الاتنين زي بعض بالزبط والاتنين مستحملين نفس الشغل وكل حاجة. يفضل ان اجيب اللي قطرها كبير مش اللي قطرها صغير لان اللي قطرها كبير ممكن اغطي بيها طاصة صغيرة طاصة كبيرة لكن اللي قطرها صغير هتبقى استخدامها محدد جدا. وفي منها كمان الستانلس الفاتح يعني ده الغامق في الستانلس الفاتح برضو الستانلس الفاتح مش بيستحمل كتير او آآ آآ بيبوص بسرعة. دي هرست البطاطس برضو من ضمن الحاجات الجميلة جدا. آآ دي مميزة شوية في شكلها. التانية اللي معمولة زي شبكة من تحت دي مش حلوة خالص وبتصدي بسرعة لكن دي كويسة قوي قوي وخامتها برضو كويسة. نيجي بقى للمصافي. عايز اقول لكم بقى المصافي انا استخد يعني يعني دوبت كتير مدوبة مصافي كتير يعني بصوا دول اللي ابنين دول مش يعني دول ماركونين كانوا ماركونين عندي بس طلعتهم عشان خاطر اوريكم. آآ بيبوصوا بسرعة وبيتكسروا قديهم بتفك بسرعة دي كان ليها ادين برضو. وتكسرت وتفكت ودي كان ليها ادين وتكسرت وفكت. يعني ركنيهم بس لو لو ممكن اصفي لحمة والحوم او فراخ بصفيها فيهم لان انا ما بحبش آآ لحم والفراخ الني استخدم فيها آآ كل حاجات المطبخ ببقى خاصة صالها حاجات معينة عشان البكتيريا اللي بتبقى في الحاجات دي وهي نية قبل ما تستوي طبعا فانا ببقى يعني ركنيهم كده لو هصفي فيهم آآ لحم او فراخ. اما المصفى اللي قادت معايا فترة بصراحة اللي هو النوع ده. النوع ده بيبقى ما شاء الله قوي جدا وبيتحمل. ويدي بصوا اللحم بتاعه قوي مش مش ضعيف زي الاتنين التانيين آآ في العصير بحبه لانه الفاتحات بتاعته واسعة مش يعني بتنزل لي جزء من الالياب في العصير. والفايدة بتاعتها بتبقى اعلى. فانا بفضل جدا جدا المصافي دي آآ هي نزلة من قريب آآ بس هي احسن كتير. بتتحمل اكتر بكتير قوي من المصافي التانية. وكلمنا عن المناعة الترتشع ده من الحاجات برضو المهمة قوي قوي.